فيما يخص التعليم التعليم الهدف الأول الهدف الأول هو يعني نغرفهم نغرفهم نريد أن ندرسهم زيانة نريد أن نقرأ في مستوى ونريد أن يكونوا بخطرهم ونواكبهم في التكوين ونواكبهم في الإمكانيات هذا هو الهدف لا يوجد شيء نحن إذا سمحت أن أخذ 1-5 دقائق في هذا النقطة نحن نضم البنامج في باب النهوض بالمنظومة التربوية وإعادة الاعتبار ومعنى التدريس إجراء يقول بأنه الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجراء الصافية لتصيل إلى 7 ألف وخمس بيديا هذا الشيء يوجد في البرنامج وبالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي أنا سأعود أن أرجع لكم للتكس لأن هذا الشيء يرجع بزاف ويغلط المواطنين ويغلط بأخطارات حتى الأساتيدة أولاً سأتكلم أجبنا في البرنامج لكي نكون نترنقل لأنه هو اسمي وغدين قرار لكم الفقر اللي كي نعلى هاتش هذه أخذتها من البرنامج للحكم لا سمحت إن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ عند بداية المصعى عند بداية المصعى ومواكبته طيلة هذه الأخير وتقييم منتظم لكفاءته وفي إطار حوار اجتماعي وفي إطار حوار اجتماعي لأنه هاش بغينة ولكن راكل حوار اجتماعي تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حواراً اجتماعياً خاصة مع المركزية النقابية والتعليم الأكثر تمتيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابيع الرمية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرى الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية المهنية التربية والتكوين وإن هذه الزيادة البالغة لأن الزيادة هي 2500 درهم أجرى ديال بداية المصاب ديال الأستاذ ستتيح رفع من جاذبية مهنة الدريس بالنسبة للأساتذة الممارسة اللي عندهم أقل من 7500 درهم سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل التربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهنة التربية والتكوين وتدعمها المؤسسات الأستاذ المعنيين الراغبين في الإعداد لهالاختيار هذا هو الفقر الفقر ما شكي يقول لك الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لي مياه باش يجيبوا لبخير بلي غادي يبدوا في المصاردية لهم غادي نزيدون لهم 2500 درهم من يموم باش يبدوا يجيوا لي هالناس اللي اللي هوا صحاحوا اللي باغي وغادي نكملوا وغادي نكملوا معهم مع ما نقلنا هنا دباء الإخوان اللي ممكن يشوفوني في اللايب دباء كانت ترقل المشاكل باش نفهموا ولكن المستقبل كلام أخر وغادي نهضر عليه بلي حطينا هاد بلي تحطينا هاد الاشكالي احنا الهدف دينا هو نطلعهم من المستوى دي للتعليم يعني دمشينا لثلاثين عام الشباب يعني تعطينا لموهيان باش نجيبوه باش لطر اكتبيت ولكن ربطناه بواحد القضية هنا مهمة هي على حسب الحوار الاجتماعي لان احنا مشي بوحدنا احنا عندنا نقابات مفاصة عندنا الناس دي للميهنا ما يمكن شاي نجيو اولا كان قولوا بأنه يعني الحوار الاجتماعي ستفتح في السنة الأولى كليا نقول لكم بأنه تفتح في الأسبوع الأول من الأسبوع الأول فجلت الحكومة بضاء الحوار الاجتماعي وتعملت كثير من خمسين اجتماع يعني مع النقابات تانيا هده 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 سبعة الاف وخمسمائة داما هدفين وخمسمائة دي للميهنا خصنا نعطي واشحام واحد كيدخل في العام في اللون كانوا كيدخلوا خمسطاش تمنتاش لالف دابا يمكن عشرين الف هم اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيدتكونوا جاءوا الإخوان في إطار الحوار الاجتماعي كيقول لكوا دي غادي تعطيوا اللي عاد بدا جديد والناس اللي ختمين هدي سنوات ما غادي وصلهم حتى شي حاجة وفهمنا فهمنا بأنه ما بغاوهاش في الدخل بغاوه في الخرجة يعني كيقول لكوا دي أنا بليك نوصل الواحد للمستوى ديال لالشياء الأنز كانوا قف وكانوا بقسيرين ونخدم ما عنديش لورانضمون ما عنديش أيعنا للماء ما ما يمكنش هكا ولا هكذا شا عندي السيبن مسطح اللي هي الإشكالية بتلهم لهم لأسباقية اللي بغاوه نحن الفين وخمسمية ديال الدهم عطيناها ولكن بلسما نعطيها في اللول الناس اللي كانوا كيتحوونا ما تحوو معنا بغاوها في اللخة وكاينة اليوم يعني في يعني في في النظام الأساسي من بعد جات القادية ديال سامية ديال الدهم الأساتي دا المدرسين المدرسين كيقول لك ما أعطونا ولو كيقول لك ما أعطونا ولو لأنه نحن رابطين يعني هاد المنحة مع الجودة ديال التعليم كان قولوا بأنه بليل المدرسة توصل لواحد المستوى يكون عندها واحد لابل على أربع سنين اللي جاية أو لخمس سنين كل عام ناخده ألفين ولا ألفين وخمسمية مدرسة غادي نديروليها يعني لكاينة ديالها باش تكون في واحد المستوى قبل كنا كان قولوا بأنه الأستاذ خصو معا الانسبيكتر ويدوز لتاس باش يقدر يطلع لها دا كياخد هاليك البخين كان واحد شبه اتفاق أنه يكون يعني لرنضمان ديال المدرسة كلها يعني خصوة نصرتها تكون نقية خصوة ندرسة يعني دريقها مزيان خصوة واحدة بوغرام جديد لتطبق فيها خصوة يكون فيها الحراس خصوة يكون فيها هذا واحد العدد ديالحاجة اللي غادي تخلي المدرسة ترتقي واليوم عنا يعني ستمائة مدرسة تقريبا اللي هي يعني في هذا النوع اللي عطت نتائج جد مهمة غادي نرجع لها وقلنا بلغة يكون هكذا هادوك الأستاذ دا كلهم اللي كيقرروا في هذيك هذيك المدرسة عندهم الحق أنهم يأخذوا تسعمية درهم شرط قيبا عشرالاف درهم في العام يعني بحيلا قلتي تلتاش تريز يمو أولا كالترزيما على حساب لسالير ديالك أش عندك كيجو داب المدرسين يقول لك أدي احنا ما عطيتونا ولو احنا ما عطيتونا شي أنا كنت فهم أنه يقول هادشي ستدير كما غادي توصل على ما شافهاش ليوم ولا غدا يعني توصل على ثلث سنين ولا على أربع سنين وعند الشك واش غادي تكون عنده ولا ما عنده شي هادشي كانت فهموه ولكن ماشي ما عطينا اولا هادشي ما دخلاش برنامج الحكوم هادا ستان بلوس اللي تعطى باش نحفزو الاساتيدة باش يمشيوا معنا يعني فهذا الإصلاح ديال التعليم يعني اللي بغينا و دبا لأنه في هذه الدولة الاجتماعية لن ما نحق هذا الهدف ديال هذه الدولة الاجتماعية بدون إنجازات من الموسى يعني تقطع مع الحضر المدرسي والضعف المهويل للتعلومات ديال القراءة وديال الرياضي سي شك بن موسى قام واحد عم من جبار امشى ودار مشاورات وطنية ستهمت قريبا 21 ألف وستات وأكثر من 33 ألف تلميذ وأكثر من 20 ألف وصة باش نوضعوا واحد الخطة ديال الإصلاح ديال التعليم أغلبية الأوسة فهد النقاش اللي كان قالوا خلال هالجلسة ديال الورشة بأنه ما عجبوش الحال على الحالة ديال المدارس ولا النتائج ديالها ولا نتائج ديال وليداتهم وكحكومة اجتمعية احنا يعني بغين أولاد المغربة بيسيور يقعوا بزيان ويقعوا في مدارس لي في المستوى ما يمكن نجير في هذا البصاج ديال هذه الحكومة وما نعمل واحد الإصلاح اللي هو جدري وإصلاح اللي هو كبير فتخلق هذا المؤسسة ديال الرياضة ما يجب يكون مزيانين هو حقيقة هو توفير جداب للتلاميذ والأطور الإدارية والطبارية والأصار وأظهرت نتائج التي تخديثوا من عند معلومات ديال الوزارة ديال التعليم أظهرت نتائج ديال 63 ألف تلميذ وتلميذة مدرسين اللي هما في المؤسسات ديال الرياضة تحسنا ملموسا في التعلمات الأساس لا في اللغات ولا في الرياضيات حيث تضاعفت هدو اللي بدنا معا مفاد البروغر يعني كان واحد الميتودولوجي كي اللي موين ديال البروجيكسيون ديال كمان بفير الكالكول الماثماتيك بلا ما يحفظ زعما كان واحد اللوجيك كي جيل واحد الكادر اللي هو مزيان عن دو يعني المراحل ديالو عنده الدو عنده واداء عنده الإمكانيات كين اللي قادية هادي المدرسة وخايا كين في العالم القرار والأباء ديال هاد تلاميذ هما فرحانين دو هاد 63000 اللي تعملت عليهم الدراسة بأنه كين وحد تحسن ملموس في التعلمات ديال أساس سواء في اللغات أو في الرياضيات حيث تضاعفت نسبة تحكم ديال التلاميذ في الكفايات المستهدفة أربعات المرات الأمليورات ديال البروغري ديالهم أربعات المرات في الرياضيات ثلاثة المرات في اللغة ومرتين في اللغة العربية كما أظهر نتائج تقييم الأولي نسبة التحكم في الكفايات يعادل يعني ده باد الكمبيتنس ديال هالدرائي كيفاش تلعف الاسكيل زيالهم كيفاش تلعف هالذي كل يعادل استدراك سنة أو سنتين يعني من الدراسة في ضرف شهرين هادوك اللي كور اللي بدأوك يعطيوهم هادلي كونديسيون جداد الولد في شهرين بحي لاربها عام ديال لكومتريانسيون وهادشي ماشي التلميذ بوحدو اللي دي جور لان دمام من اليوم لالدولة كيفهم لأنه كين المدرسة في المستوى لأنه كي لزيكي بون مستوى وكين بالخصوص الأستاذ اللي هو كي يعني وكي يواكب لفرماسيون ديالو كين التتبوع ديالو ف احنا سمحولي لطولت عليكم فهذا سميته ولكن كيد غالبا أنه هذا موضوع الساعة ولا بدأ ما نأخذ فيه شوية ديال الوقت على أي قرب نختم اشتداب هذيك لقد ديال الابليكاسيون ديال الفين وخمسمية ديال 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 في الأول كانت تتقام عنا في خمسة الملياض يلدا أعطينا لهم في اللخ سعود الملياض يلدا يعني ياباش نعافو على ما نتكلم هذا هاتشي كله اللي كنتكلم عني ديال باباش نتكلم عن المستقبل احنا في حاجة احنا في حاجة لأستاذ باش يكون في المستوى اقاي يقول لك الله يحمل اللي يعلمنا حنا كان نبغيه الأستاذ يرجع يشتغل يعني في القسم دياله وفي المدرسة لأنه قبل قبل من نحن حكومة التلميذ والأباء ديال التلميذ محتاجين ويرجع للمدرسة ويقوي احنا جبنا برنامج بعد باش من نساش هاتش تستطي كل وجل اللي جابو جابو أذك شي البقايا ديال المشاكل ديال المتعاقدين قلنا المتعاقدين نشطبهم غادي نديوا واحد يعني هذا هو المبدأ قاع باش مشينا باش نحيد الاشكالية وفعلا الستاتيو إلي تعقلوا على المظاهرات ويعني والمشاكل اللي كانت متغطبة على المتعاقدين تفكت بالنسبة لها ومن نقل نحسن الوضعية متنو دابا خصنا نكونوا متفقين للمستقبل احنا اولا زعما الحوام دائما نفتوح وقلتها يومين من بعد ما النقابات قالوا بأن هما كانوا شاديين وقلسنا مع الشاكي بالموسى مع السكوري ودونا مع اجتماع مع النقابات وقلنا بأن احنا مستعدين أن نقلس ونشوف لأن كلهم لا يقول لك هذا ممزيان ولكن يقول لك يعني خصوة حسينات وخصوة جويد ونحن نستعدين للجويد ولكن جويد لابد نفهم شي حاجة أنه رأس ديال هذا كله اللي غادي يكون خصنا الجودة ديال التعليم لا يمكن يعني لقوا شي حل مع الأستيدة إلى ما كانش واحد لابد 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 الجودة ديال التعليم لك هذه خصن تكون مكتوبة بعين واضحة من بعد فهذا الإطار اللي كان اليوم نتكلم هاد المدرسة ديال ديال الرياضة اللي غن سنة وفي 4 سنين يمكن نقرب وها نعمل استثمار نزيد فيها دغير هاد تعويضات نقدرون مقاوف في مم بيجي ولكن نشوفوا كيف كل شي يستفيد مع الفوق بأنه الريفوم ديال السكولاريتي بأن كل شي غادي يتم منها وكل شي غادي يهزى وكل شي غادي ديال مع الأستيدة ديال التعليم العليم وداخل هاد المربح نستعد للقاول الحلول نقلسو نتذكر بهدنا ولكن باش نقدرون نقلسو باش نتذكر لا بدا لأستيدة يعني يعونونا ويرجعوا لأقسام ديالهم ويقرروا ولدتنا لأنهم ما في حاجة لهم يعني بالنسبة لي يعني رأي صعيب باش يكون ولا بدا قنطلبوه منهم باش يرجعوا ويقلسو وانا عاطي ضمانة ديالي بأنه غادي تكون واحد الجنا اللي فيها سيد وزير تعليم تعليم سي شاكيب بالموسار وغادي يكون في جنبو سيد الوزير ديال لامبلواء سي سكوري وغادي يكون في جنبو الوزير ديال البيجي الوزير المنتدب ديال البيجي باش نشوفوا الاشكالية كلها ونقلسوا معكم ونتحروا معكم ونهار اللي تكونوا موجودين احنا مستعدين باش نقلسوا والاجتماع الاول انا مستعد باش نترأسوا باش نبينوا الطريق اللي خسان نشوف فيها ان شاء الله ومن بعد غادي نتبع غادي نتبع باش نشوف الحلول اللي تخلي ولدتنا يقرر تكون الجودة ونكونوا يعني مع هادشي اللي انفاز مع الاسپيراسيون دي هادشي اللي بغينا يعني احنا في المستقبل ومع الامكانيات كذلك دي الدولة دوك احنا مستعدين ولكن يعني الدايخ سومي ويقار احنا بنسبالي هذا وانيداء انه الدايخ سومي ويقار احنا في حاجة لهادشي احنا مستعدين باش باش نتفق ولكن بلغة انجلسو الكل اللي دير في بالو انا ما كنظنش بانه الاستاذ ضد الفكرة انه ما يكونش ما تكونش الجودة يمكن كين اللي خاف من ها ولكن احنا ما جيينش باش نقولوا هذا مزيان وهذا ما مزيانش احنا جيين باش نعون كل شي ان شاء الله يكون مزيان باش اقرر ولدتنا لان احنا كل عام كان اخذ عشر الف احنا محتاج الستاذ ان شاء الله في المستقبل سي شكيف هذا المراحل كلها مدر الا العمل ليلو قام باش المجهود كبير باش يدير هذا الإصلاح قام باش باش ميتو باش العمل كبير باش يتشاور مع النقابات باش يتشاور يكون حوار اجتماعي وشحال من اغلبية ديال هاتش اللي كان في الحوار الاجتماعي اغلبية ديالو منتفقين ولكن لاجتش حاجة كتخص متلا هادا كش ديال اللي 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 كين هين ولا العقوبات ولا اكش كله فيه نقاش لان احنا النية حسنة هاد العقوبات اللي جاء ماشي باش نعقبوهم جينا باش نخفو عليهم ما يقاش العقوبات الخوا هذي كيالي صعيبة عطيناهم امكانيات انهم يقدر يتسامحوا يقدر 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 لكيقوم به والحكومة غير ما مر شجعناه انه يزيد الامام وبانه يتنقش وما كينش الباب المسدول الباب مفتوح للحوار احنا ذابا ما شف شد ينقطع لك هذي بلاد هذي بلاد هذي بلاد هذي نخص يقرأوا وخصنا نديروا لهم لغيفهم إلا مداتوا هاش معانا النقابات و أستدام عامل هذي ديروها ديروها معانا ديرو النيا تقو فينا ما غاديش نضروكم احنا بغينا نزيدو بكم القدام يمكنش تخليوا هذي شي دوك بريتنا نقول لكم بأنه اتقال كامل في السيد الوزير اتقول اللجنة ان شاء الله معه غادي تشتغل باش وانترأس اول اجتماع ديك ديك ان شاء الله هذي الأولاد دينا يرجعوا المدارسية لهم ونكون وكلنا متاحين وتكون شوية النية واتقاء وان شاء الله هذي يلقوا الحل المشاكل لدينا في المستقبل وشكرا لكم نحو 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 ترجمة نانسي قنقر